فيما يتعلق بزيادة الضريبة سمو الأمير هل يكون هناك طريق آخر غير زيادة الضريبة؟ طبعاً تتكلم عن 15% نعم ارتفاق بمجلس تعاول خريجي يكون عندنا ضريبة الـ VAT 5% من 5 إلى 10% وتكون محفزة بحيث أننا نكون الأقل في العالم مثل ما تعرف أن المملكة السعودية تقريباً ثلث سكانها غير سعوديين مع النمو الاقتصادي الضخم بينمو عدد السكان لكن أيضاً بينمو عدد الأجانب في المملكة العربية السعودية مما قد نصل فيه في 2030 و2040 إلى 50% سعودية 50% أجانب داخل المملكة العربية السعودية إذا ما وضعنا الـ VAT خاصة مع فتح السياحة واستهداف 100 مليون سائح في 2030 بيكون فيه تسريب كبير جداً للدعم اللي حاصل في المملكة العربية السعودية فالـ 5% إلى 10% تضمن أنه الكاش اللي يستفيد لنا الأجنبي في استهلاك الداخل المملكة العربية السعودية يعود الحكومة والحكومة تنفقها في كل منافع اللي يحتاجها السعودي سواء من الصحة ولا تعليم ولا بنية تحتية أو حتى يعني رواتب أو غيرها من الأشياء الأخرى الـ 15% بسبب الجائحة والتحديات الاقتصادية اللي واجهها العالم كلها بأجمع في 2020 لا يزال النفط الشكل جزء رئيسي من دخل المملكة العربية السعودية ورأينا أن أسعار نفط وصلت إلى أقل من صفر في 2020 فكان في تحدي كبير جدا أنه نغير كل شيء ونغير كل مستهدفاتنا ونتراجع في تحقيق كل أحلامنا للمستقبل ونرضي الناس لثلاث أربع سنوات وبعدين نوهقهم بعد ذلك أو نتخذ إجراءات قد تكون قاسية لفترة قصيرة من الزمن ومن ثم تعود الأمور إلى نصابها فكان إحدى الإجراءات اللي كان يتفادى لغاء جزء كبير وبدلات أو تخفيض الرواتب أو غيرها من هذه الإجراءات أنه نرفع الـ 15% بلا شك هذا إجراء مؤلم للغاية يعني آخر حاجة بالنسبة لي أني أعلم أي مواطن سعودي الحمد لله أنا مرتاح وعايش بخير وعندي فلوس وغني من قبل الله حتى أشتغل في الحكومة فما لي أي مصلحة أني أعلم أي مواطن سعودي مصلحتي أني يكون الوطن عزيز وينمو مصلحتي أن الوطن السعودي يكون راضي كل يوم أكثر من اليوم اللي قبله لكن أيضا دوري وواجبي أني أبني لمستقبل طويل الأمد مستمر في النمو ولا أرضي ثلاث أربع سنوات واستنزف مدخرات البلد وفرص البلد لتحقيق مستقبل أفضل فكان مجموعة قرارات من ضمنها الفياتيز الـ 15% هذا قرار مؤقت قد يستمر لسنة حد أقصى 5 سنوات من ثم الأموصف تعود إلى يعني ستقل إلى 10% بلا شك وسهدف أن نكون بين 5 إلى 10% فقط حتى نعيد توازننا بعد هذه الجائحة ثم نعود إلى الرقم يعني ممكن بعد سنة تنزل الضريب هذا طبعا حسب المعطيات الاقتصادية وحسب الظروف التي تحصل لكن بالقليل سنة بالكثير